الكلمة للأخ الفاضل العضو محمد مجديد صالح فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيدة رئيس مجلس الأممي اليوم بتكلم عن أهم محور تم تطرق له من قبل أعضائي من قبل أخواني الأعضاء والسبب لأن هذا المحور يحدد مستقبل التعليم للشباب الكويتي بتكلم نقطتين يخص هذا المحور محور الجامعات والكليات أولا جامعة الكويت للأسف بدلا لا تكون طموح أغلب الطلبة بدين نشوف الطلبة يفضلون أنهم يدرسون بره وفضلون يدرسون جامعات مو جامعات حكومية والسبب لأن نسب القبول كل مالها وقاعدة تزيد وبسبب اختبارات القدرات التعجيزية اللي نادر ما تشوف واحد ينجح فيها يعني مو معقولة طالب يتخرج من الثانوية يبيدش جامعة ديرته وما يحصل فيها مكان يعني مو معقولة طالب يب 94-93 يبيقدم على الطب ما ينقبل بدولته يقوله اروح شوف كلية ثانية يعني لازم الطالب يتغرب عشان يدرس هذا الشيء يعني مو معقول وخاصة احنا بدولة مفروضة عددنا ما يكون نفس بارج الدول يعني بارج الدول نفس مصر نفس جزارة عددنا بالملايين احنا كلنا شباب عددنا ما يطوف الآلاف نزين المشكلة الحين يعني مشكلة انه ما يكون عندنا مكان بالكليات يكفي حق الطلبة هذا شيء غريب بدولة مثل الكويت ثانيا مو معقول احنا همديرة مثل الكويت عندنا بس كلية واحدة حق الهندسة كلية هكومية طبعا من سنة 1975 مفتوحة الكلية بالخالدية بس غيرها ما في ولا كلية تخص الهندسة وهم بعد كلية الجابرية بالطب ما في إلا هالكلية نزين شو المشكلة لو بنتوا كليات زيادة يعني استغرب احنا دولتنا كدولة الكويت عندنا الحمد لله وايد فلوس نزين احنا قاعد نبني حق الدول اللي بره مؤسسات وجامعات ومستشفيات ووايد مراكز ليش ما تبنون حقنا احنا الطلب احنا اولى احنا الكويتين اولى ليش لازم نسافر بره ليش لازم نتغرب عشان ندرس بره هذا شي ما يصير يعني وفوق هذا جامعة الاجدادية اللي نسمع عنها من سنين من سنين وايد ما شفناها قضل واقع جامعة الملكة عبدالله للعلوم والتقنية اللي تعد من اكبر جامعات الشرق الاوسط بنوها خلال سنتين بالمملكة العربية السعودية سنتين يعني جامعة اشدادية حالة حال استاذ جابر بعد ما راح نشوف ما راح نشوفها بس نسمعها بالاوراق ونسمع هذا ما يصير نزيم سيدي سيد رئيس مجلس الامة ويأعضاء وزات هبية هذا اخر كلامي اقول نتمنى منكم وقفة جادة تجاه اللي قاعد يصير خصوصا للتعليم الجامعي لان اذا وفرنا بيئة دراسية مميزة ومهيئة للطلبة صدقوني مستقل بلد راح يصير احسن لان احنا في بلدنا الحمد لله شباب ونعم الشباب فياريت بلدنا يكون من افضل بلدان وخصوصا في تعليم الجامعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا الاخ الفاضل محمد بجزي العضو محمد بجزي الصالح